موسيقى عايز اعمل ايديتنج على السيمبول اللي انا عملتها هنعرف الفرق طبعا من السيمبول موفي كليب اهو وعايز اجيب من المكتبة وانزل الجرافيك انا عملته وانزل البوتون قدامي عشان ابقى عارف التلاتة وابتدي اعمل ايديتنج عليه عايز اشيل كل ده وهسيب ايه اللي هيوما سيمبول جرافيك بوتون جميل طيب ده اول حاجة البوربوس بتقولي ايه انه انه موفي كليب طبعا عارفنا الموفي كليب اللي هو محور الاكس والاي والطول والعرض وعارفنا 3d position كلمنا فيه اعايزين نعرف ايه موضوع color effect والdisplay والفلترز الفلترز ده هخليه محاضرة لوحده دلوقتي انا مختار الموفي كليب بتاعي في حاجة هنا اسمها color effect وده style لالstyle بتاعه فيه هنا النن وفيه هنا الbrightness والtint والadvanced والالفا هاخد اول واحدة الbrightness يعني ايه يعني درجة الاضاءة بتاعته اهو لغاية ما بقول الbrightness بنزله عليه كامل مئة في المئة يبقى بينهيلي الشكل خالص طب حتى لو اغير ال background كده بص اللي حصل يبقى ده بيديني اللون الابيض من لون الاسود جميل او من لون الفعل يعني لونه الفعلي اسود لون الbrightness لما نازل عليه خلهولي ابيض تمام فبيديلي عليه اضاءة بيضة ارجع ال background بتاعتي واختاره واقول اوكي تمام يبقى ده بالنسبة للbrightness لو عملت الف اه نعم خلاص موضوع بينتهي تعالي بقى على التنت التنت بيقول لك ايه بيديك ال r وال g وال b rgb اللي هو ال red وال green وال blue وعندك هنا التنت التنت هنا كام يقول لك والله هنا ميديله زي زي الbrightness كده بس بيديك اللون نفسه طب يعني ممكن اختار لون تاني او ممكن تختار طبعا عندك الاحمر او التنت بتاعك احمر ساطع او نفس درجة اللون بالزبط اللي احمر انت خدتها وده الكود بتاعها ولو قلت zero طبعا بيرجعك للون الاساسي يبقى عندك الزيرو اللون الاساسي اللي هو التنت بتاعك نازل بمقدار zero مفيش او نازل المقدار اديه على الشيف بتاعك بالنسبة للون فبيديك اللون هنا في المية في المية توصل اللون انت مختاره وده اللون الاصلي بتاعك جميل هنخليه مثلا مية في المية تعال بقى بقولك الرد ايه بتاعك الرد عندك انت مخليه الاخر لان ده رد رد بس مش اي درجة غير الرد جميل طيب تعال بقى على الجرين جرين كده تعال بس بقولك ايه الجرين هنا عندك اخر حاجة ودبعا ده درجات الجرين كلها ونفس الحكاية مع اي روم تاني يبقى ده درجات الجرين بتدرج من الاسود او جرين الغامق خالص ببتدت يتفتح معك لغاية او لحد ما يوصل للجرين الفاتح طب تعالى هتلي البلو اعتقد ان البلو ده اهو من الاسود لغاية لما درجات البلو كلها بتزهر معاك نفس الحكاية مع اي لون تاني مع الاصفر مسلا الاصفر ايه هو نتيجة الدمج بين الاحمر والاخدر هتنتع البيتين بوهية بالمصري كده هتنتين بوية او دهانات وحط الاحمر بس احمر يكون احمر احمر خالص احمر صرف والاخدر يكون اخدر خالص حط اتنين معا بتطلع لك اصفر وادي الاصفر بقول لك اهو ده معا ده حرك بقى الاحمر اللاحمر قال له اديك ايه الاخدر درجات قل للاخدر هتديك الاحمر بص بدين ايه ادي برتقاني شوية بعدين درجات الاصفر ودرجات البرتقاني حرك البلو مفيش ما حطيتش بلو طيب اجيب البرتقاني هو اهو مدى اللي انا وصلت له طيب هنا بقى تقدر تختار درجاتك الالوان اللي انت حضيتها بزي ما انت عايز تعال لعى البلو بقى شوية اهو البلو اللون ده عبارة عن ايه مفيش احمر خالص بس هو شوية اخدر ونسبة من البلو تمام يبقى نسبة اخدر مع نسبة بلو اعلى شوية فهمت بقى يعني ده ده بتاعها يعني انت بتحاول يبقى هو ما هو الا عبارة عن دمج ثلاثة الوان الاحمر والاخضر والازرق دول تات الوان الرئاسية في الجرافيكس في عالم الجرافيكس يطلع منهم جميع طبقات الالوان يو احمر وازرق واخضر ده هي الوان الرئاسية اللي بيطلع منها جميع طبقات الالوان انت بتشوفها عبارة عن اتحاد بينهم بنسب بيطلع للون بتاعي تختاره من هنا او توصله زي ما انت عايز من هنا اوكي ده بالنسبة للتنت بالنسبة للاتفانسد تعال نشوف موضوع اتفانسد ايه احنا عايزين الاول كنا عايزينه آآ هو كان بتاعه ابيلت وبعدين كان خمسين في المية كميل مش عايزينه خلص عايزين الفا او الصوري الدول الاساسي تعالى بقى على تعالى بقى اشوف الالفا ايه الالفا ده احنا عرفنا الالفا ايه قبل كده من فوق من هنا الحتة دي الهال ايه دي درجة ايه الشفافية يبقى انا لو نزلت كده للزيرو هينزل لي فين ابيض تمام او شفاف تعالى انا غير الباكجراون عشان نهرف اكتر شفاف يبقى مش ابيض يبقى البراتنس هو اللي بينزله لي ابيض لكن انا دلوقتي ايه بخليه شفاف مالوش اي لون لابيض ولا سدو على اي حاج جميل فيه لغاية الزيرو وبتنقص كمان عن الزيرو بسالب مية نغير سالب مية اوكي بقى ايه انا شفاف خلص جميل خلنا مية تعالى بقى ايه ايه زائد دي ايه اكس دي وايه ايه دي تعالى نزود كده دي ما فيش حاجة طيب تعالى ده الالفا تمام تعالى بقى على الار والجي والبي اللي هو الجرين الريد والجرين والبلو تعالى على الرد خطيلي شوية رد من عنده بص هنا درجة ايه الرد بتاعك غاية ميتين خمسة وخمسين اخرج يبقى دار اعلى درجة من الرد الصافي او الاحمر الصافي ميتين خمسة وخمسين تمام ده الالفا بتاعه ده درجة الالفا بتاعه اهو كده وكده سعيد مية ده عنده زيرو هو ده كان كده يبقى ده الديفولت بتاعه وقال لك بقى ايه ده هو دي الاحمر انا قاو من هنا سفر سفر تمام جميل هتلي الرد ازود بقى شوية رد حتى هنا لو عملتها زيرو مش مشكلة اهم حاجة هي النسب دي تمام يبقى هي النسب دي بتزود معاك اللون قادي الالوان بتحط شوية بلوع عليه ترجعه للزيرو ده كل ده اهو من خلال النسب هتجعل زيرو تمام يبقى انت بتزود نسبك من هنا وبتعمل الالفا بتاعك بتزبطه من هنا تعالى على الالفا اللي هو ايه جاي بها لك بقى صريحة لوحدها اللي هي درجة الشفافية بتاعت الابجيكت بتاعي يبقى كده ده بالنسبة للموفيكليب طبعا اي موفيكليب دي يخضع لجميع الحاجات دي تلاقي دي زهرت معاك والكالر اف اك تعالى نشوف الجرافيك لو ضغطنا ده بالكليك بنلاقي ايه انت جوه الجرافيك اللي هو دانس جي ار اللي هو جرافيك تعالى نشوفه هو هيخضع يا ترى للحاجات دي برضو بص هنا كان فيه حاجات كتير قوي كان ظهرة في الموفيكليب اهو الستريد و بوزيشن تمام والبوزيشن اند سايز والدسبيلي والكالر افكت على هنا اه ظهر لي حاجات تانية وشلي حاجات وشلي شوية قبشانات من اللي موجود قبل كده يبقى ظهر لي بس ايه البيوزيشن وشلي سري دي وشلي الديسبيلي وخلاني ايه هنا الكالر افكت بس نفس الكالر افكت بنفس الشكل وبنفس الطريقة تمام يبقى البيتنس يحطي اللون الابيض والالفا بيخليه شفاف وبردو وبردو تمام في حاجة هنا جديدة اسمها ودي بتاع عشان تعمل لها لو انت عامل الجرافيك اه في اه اناميشن بتقول له اللوب بتاعك يعني بيعيد نفسه كم مرة مرتين تلاتة اربعة خمسة ولا اه بيعملها لك بلاي مرة واحدة بس ولا اللي هو يخلهلك بالفراماية يعني يشتغلك فرام واحد يبقى ده بالنسبة للجرافيك تعالي نشوف البطن ظهر لي حاجات تانية يبقى خفلي كل حاجة وظهر لي ايه التراكنج دي شغالة مع كل دي معادة معادة الجرافيك ظهر للجرافيك وظهر لي تراكنج وظهر لي كالر افكت كالر افكت برضو نفس الطريقة مشانا شرحتين ظهر لي حاجة اسمها بلندينج مود ده اناميخليه في محاضرة لواحده عشان هشرحه آآ متقدم شوية هتضرك بيه من البسيط للصعب وهشتغل على نظام الرندر وهشوف لك ايه دي طيب ايه بقى التراكنج دي بقول لك التراكنج ده هتعامل هتعامل الاوبشن ده او الاوبشن ده على انو بوتن ولا على انو يعني لما تيجي تعمل تبقى فيه آآ بوتنز كتير او زرارة كتير بص تلاقي ده اقول لك بقى والله دي menu item ولا بوتن مستكل للوحده اقول له والله ده بوتن اوكي طيب موضوع الفريتر هناخده في محاضرة الوحده عرفنا بقى ايه الفرق بين ده وده وده ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه لما تيجي تعمل على ال move clip بيظهر لك move clip كده وده بقى انت على الموفي clip double click بتلاقي بقى اسم الموفي clip وده العلامة بتاعته لو جيت عليك graphic double click بقى اسم ال graphic او اسم ال object بتاعك وده العلامة بتاعته تمام ده البوتن بروح عليه بختاره بلاقيه بوتن ضابل كاليك عليه بلاقيه بوتن وعليه العلامة دي وبلاقيه ووصل بوتن او اللير هنا مختلفة شوية او انت كذا لير بتلاقيه هنا فيه اربع حالات وفيه كل حالة وده هنشرحها بالتفصيل لما ييجي محاضرة البوتن دي بس اهم حاجة عندي انك تعرف الفرق بين التلاتة دول في اليدتنج والكلام ده طب فيه حاجة جمان فيه حاجة جمان لو انا عايز اعمل من خلال الستج هنا على الشيب ده يعني يعني دلوقتي ضابل كاليك وعايز اعمل ايدت من خلال الشيب ده او من خلال بعمل كده ما فيش اي مشكلة يعني من خلال نفسه بقى ابتدعم ممكن اعمل من خلال المكتبة بتاعتي بروح على اي ابجكت من دول دول كليك عليه على الابجكت هنا على العلامة دي او الصورة دي امام اكبر كده زي ما انا عايز الفلاش بقول لي انت داخل ده عندك فتحت ايه الابجكت اللي اسمه مو في كليب اللي هو اسمه ايه وبروح ابدأ عدي عليه زي ما انا عايز هنا شايف انا هعدل اهو خلي عينك فوق فوق اهو طليع له حباية في رجله تمام اعمل بقى شوية اه حاجات كده اهو انا عملت كده دلوقتي ايه تجمل خلال ايه اللايبر بتاعتي بطلع برة اهو بالشكل ده تمام بقى كده بلاقي ايه الموفيك اللي بعملي ابدتها عطول اللي برة يبقى اللي عامله هنا هيظهر هنا ليه لاني ده موفيك ليب واحد حتى لو خدت النسخ منه خلاص هو عملي ابدأ لو عملت مئة الف نسخة انا عملت على تعديل على واحدة وخدت بعد كده النسخ بتاعتي زي ما انا عايز باي عدد نفس الكلام على اي حاجة من دول ده اهو من هنا لو خدت نسخة يبقى انا عكست كده عدلت هنا وروحت هنا هلاقي التعديل بتاعي اهو اخذ نسخ تعال ابقى بص هنا وهنا هتغطى بالكليك هنا واعدل دي كده بصت ليه تعديت على ايه النسخة لانها النسخة عبر عن نسخة قبي منها مهما عملت اه من نسخة هلاقيها نفس الحكاية بالضبط رجع اللي انا عملته وكان رجعت اللي انا عملته كله تمام يبقى النقطة دي اه ياريت تتفهم كويس لان مهمة جدا بعد كده هعلمك ازاي تعرف تعمل لالابجيكت بتاعك او السيمبل بتاعك دلوقتي انا عملت السيمبل اهو خيزة بقى دول على الجنب شوية ده موفيت لين تمام عايزة اعمله انا عجيب من الشكل ده ده وانا شغل كارتون او شغل ويبسايتات وعايزة اعمل الشكل ده الشكل تاني جميل بعمل ايه في حاجة فوق من موديفي اسمها اه من انسيرت اسمها نيو سيمبل ده لما اجي اعمل نيو سيمبل جديد خالص تمام الحاجة اللي انا عايز اقولها بقى حاجة اسمها دابليكيت سيمبل اهو سيمبل من هنا واقول له دابليكيت جميل واقول له اديني اسم جديد هاقول له مثلا رن بعد اسمه ايه دابل كليك كده اسمه رن يبقى ده غير اللي جوه اعلي سيمبل جديد اسمه رن يبقى ده عندي جود حاجة جود حاجة لان انا دلوقتي لو عزة عدلت على رن مريش داعب ده خلاص انا عملت نسخة جديدة باسم جديد هعدي عاران كده واقول له مسلا شلي الجزء ده خالص وكمل لي دي مسلا وكمل لي دي كده وحط لي ده مسلا هنا انا عايز الرجل دي جميل انا ااخد بعد من هنا كنترول ولازلتي شوية الشكل ده هنا بقدر روتيت هجي اعمل دي هنا كده موصلها ودي موصلها اوكي دلوقتي انا عملت ايه شكل تاني جميل لازل فيه انا عملت ايه انا عملت ايه انا عملت ايه انا عملت فيه بالطريقة اللي انا عايزها جميل يبقى انا عملت دلوقتي هو مش ران طبعا هو مش بيجري يعني انا عملت اي اسمه عشان اقدر اقول لك الفرق بين ده وده بص هنا هنا شكل وهنا شكل وانا ادخلت ده هنا كده وعملت الاتنين ده اسمه ايه وده اسمه ايه يبقى انا دلوقتي عملت نسخة بايه بالامر وممكن تعمل بيه شورت كات لوحدها وده برضه اه هقول لك عليه اه هات من ايدت واقول هتظهر لك دي هتروح على القيمة اللي انت جاب منها الامر ودوس عليها هتلاقيها ما عملتش حاجة طب ليه انا بقول لك كده عشان هزهر لك دي وتظهر تجيب دي منين خلاص انت دلوقتي على الادوبي اه ستاندرد هي المنيو او الكوماند بتاعته او الكيبورد شورت كات هتعمل واحدة جديدة باسمك من هنا وتقول له مسلا اسمها وليد او اسمها باسمك اكاديمي دوت نت شورت كاتس كتير او اسمك كبير اوكي لا مش عايزين دوت نت دي خالص مفيش اي سيمبوتز او حاجة اوكي دلوقتي انت فين جي اف اكس اكاديمي شورت كاتس انت دلوقتي دخلت دخلت على ايه اللي انت عملتها طيب دابل دابل كيت سيمبول هتدوس دابل كليك اوكي مش هتعمل حاجة لا اقول لك والله ده من هنا شورت كاتس ضغطة اللي انت هتعمله على الكيبورد هيتسجل يعني لو دست على تي هاو كتبها لك اقول لك لو والله ان انت تأتي عندك شورت كاتس تانية اللي هي مين التكست لو عايز تعمل تكست بتدوس تي طابل واي طابل يو طابل اي طابل او بي طيب نعمل ايه دايما انا ما تيجي تعمل شورت كاتس اعمل كنترول وحاجة او كنترول التو حاجة لو عملت كنترول وتي اقول لك والله دي موجودة للترانسفورم طب اعمل ايه كنترول دي دي من ايك كبارد يبا انا دلوقتي عملت ايه ما اجاب لكش اي ايرور معاها يبا انت دلوقتي سيمبل كنترول دي اوكي جميل يبا انت عملت كده حاجة زي كده تعالى بقى ده كده وقول له اختاره وقول له كنترول القلت دي وقول لك ايه اه هتسمي ايه سيمبل والله هسميه اوكي اه انا بقيت على الوك طب تعالى كده على الابري بتاعتي اه انا عندي من ايه يبقى انا خرجت من ده ده وده جميل يبقى انا خرجت من ده اتنين ووكي ده بالنسبه طيب ايه كمان اللي بنعمله اه امر السواب بالمرة انت على جي اف اكس اكاديمي تتأكد اوكي يبقى سواب سيمبل السواب وارح ضغط له هنا كنترول السواب سيمبل اه طيب والله هتختار ايه والله انا عايز اختار مثلا عشان يبقى مختلف شوية يبقى عكس لك ده مكان ده في الكارتون لما تيجي تشتغل على السيمبل هتلاقي انت تعمل اول ده بالعبيد كتير ليه؟ لانك كده هتشتغل فريم باي فريم هتشتغل هتبصت تلاقي ده ده مسلا اهو هعمل له السواب بالقديم ده الفريم اللي قبله طب تعال اخش على الفريم ده قل لك اه اعمل له فريم تاني كنترول اكس واخلي ده هنا كده اعمل له فريم مش هقولك ازاي على بص بقى كده اخلي ده ايه؟ في النص بالزبط واخلي ده في النص بالزبط انا عايز بس اعمل التخيل عن الشغل بقى عامل ازاي لانك انت عايزك من الكرس ده تبدأ فعلا تحط رجلك على الشغل اهو بص ايه اللي هاصل بده بحرك رجله تمام ازاي احط في النص بالزبط طيب بص هنا لما جيت عملت بيغير رجله بس شايف كده الكارتون بيبقى عامل ازاي او تحريك الشخصيات او تحريك اي حاجة نبقى فرام باي فرام في الفلاش او بتشتغل على الكلاسيك توين او الشيب توين او الموشن توين ودي ليها محاضرات قوية جدا ان شاء الله هعرفك ازاي كده ممكن تقدر الفرق بين الفرام باي فرام والتوينز بتاعت الانيميشن اشوفك المحاضرة جهة ان شاء الله السلام عليكم